الموعد الاقتصادي اهلا بكم انخفضت اسعار النفط في تعاملات الاثنين في ظل مخاوف من تعطل الامدادات في الشرق الاوسط بفعل هجمات القوات الامريكية والبريطانية في البحر الاحمر وتراجعت العقود الاجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم مارس ب31 سنة لتقارب 78.27 دولارا للبرميل واستقر تسعار خام غرب تيكساس الوسيط الامريكي تسليم فبراير عند 72.72 دولارا وارتفع الخامان القياسيان باكتر من 2% الاسبوع الماضي ليلامس اعلى مستوياتهما منذ بداية السنة تضررت نحو 290 ناقلات نفط جراء التصعيد في البحر الاحمر وهو ما زاد مخاوف تعطل الامدادات في اكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم ووفقا لما نشرته وكالة بلومبرغ فان ما يقارب 4% من اسطول شحن النفط العالمي تضرر من الاوضاع في البحر الاحمر حيث كانت الناقلات من طراز سويزماكس وكذلك افرماكس بعيدة المدال اشد تضررا بالازمة في ظل توقع تعرض اكثر من 5 فيلم امنها للتوقف في مرحلة ما خلال رحلاتها في حين ابطأت 30 ناقل سرعتها او توقفت او حولت مصارها منذ بداية الهجمات الامريكية والبريطانية في البحر الاحمر علقت قطر مؤقتا ارسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مذيق باب المندب مع احتدام التوتر في البحر الاحمر في ظل الهجمات الامريكية والبريطانية على اليمن وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرغ فان ما لا يقل عن 5 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر توقفت وهي في طريقها نحو الممر المائي في الطرف الجنوبي للبحر الاحمر منذ الجمعة الماضي بما فيها 3 ناقلات قبالة سواحل عمان وواحدة في البحر الاحمر واخرى في البحر المتوسط قرب قناة سويس وقع المجمع الجزائري سونطراك على ملاحق لتمديد اتفاقيات الاستكشاف والانتاج مع المؤسسات الوطنية للنفط الليبية لمنطقة 95-96 والمنطقة 65 وذلك للتعويض عن فترة توقف العمل بها بسبب حالة القوى القاهرة واعتبر الرئيس المدير العام للمجمع رشيد حاشيشي ان استئناف سونطراك نشاطها في ليبيا نابع من التزامها الكامل بتحقيق التنمية الطاقوية المستدامة في المنطقة بعد توقف نشاطه لسنوات المجمع الطاقوي الجزائري سونطراك يؤسس لمرحلة جديدة لشراكة في ليبيا من خلال تمديد عقود الاستكشاف والانتاج في حوض غدامس ما يمنح العملاق الطاقوية انطلاقة قوية نحو استثمار اكبر في وقت يسعى فيه الى توسيع محفظته الاستثمارية بما يضمن الربح المشترك ويحقق غاية التنمية المستدامة استئنفت سونطراك في نوفمبر الماضي بالتعاون مع الشركة الوطنية الليبية للنفط نشاطها في منطقة حوض غدامس المعروفة بفرصها ومكاناتها الواعدة هو التأكيد على التزامنا الواضح تجاه التنمية الطاقوية في المنطقة وعلى بداية طور جديد من الشراكات لسونطراك في ليبيا وفي حرصها على مشاركة خبرتها وتجربتها مع شركائها تتبنى سونطراك استراتيجية تعاون شاملا لمجابهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة وتعيق تدفق الاستثمارات إلى نشاطات المنبع سونطراك مسممة على وضع خبرتها على مدى أكثر من ستين عاما في خدمة التعاون مع شركائها من أجل مواجهة التحديات المطروحة وضمان ازدهار صناعة الطاقة في بلداننا من خلال حلول مبتكرة ومسؤولة استكمالا لالتزاماتها التعقودية في ليبيا تنطلق سونطراك في جولة استكشاف جديدة لحقول النفط والغاز جولة تسمح بتطوير مشاريع طاقوية أكبر ضمن خطة استثمارية سطرها المجمع الطاقوي تستهدف ضخ 50 مليار دولار إلى غاية 2028 هذا ودافع الرئيس المدير العام لسونطراك الجزائرية رشيد حاشيشي في خطاب له خلال جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في العاصمة طرابلوس عن الغاز الطبيعي بصفته جزءا لا يتجزأ من خريطة الطاقة العالمية مشيرا إلى أن أغلب الدراسات الحديثة تتوقع زيادة في الطلب على الوقود الأزرق خلال سنوات المقبلة تسليط الضوء على القدرات الكامنة للغاز في المساهمة بشكل إيجابي في التحول الطاقوي المنشود فالغاز يعتبر بمثابة الوقود المفضل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة مما يضفي عليه وجاهة أكيدة ويمنحه مكان أساسية يتوقع أن يلبي الغاز الطبيعي بالنظر لوفرته وسعره الذي يعد في المتناول ولكونه الأكثر نظافة حوالي 24% من طلب العالمي بحلول عام 2040 و36% بحلول عام 2050 تفوق بذلك على الفحم وليصبح ثاني مصدر للطاقة بعد النفط وصف الأمن العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوباك جمال عيسى اللوغاني المكانة التي تتبوأها الدول الأعضاء في المنظمة على خريطة النفط العالمية بالمكانة المتميزة اللوغاني على هامش قيمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024 أوضح أن المنظمات والهيئات المتخصصة في مجال الطاقة تتوقع تلبية معظم الزيادة في احتياجات العالم الطاقة الطاقية لعقود قادمة من النفط والغاز الذين قد يستحوذان على 53.7% من مزيج الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045 غير أن هذه الموارد لا تكفي للاستثمار في قطاع النفط والغاز احتياطات دول أوباك من النفط الخام 718.8 مليار برميل أي ما يشكل 55.2 من الإجمالية العالمي لعام 2022 بفضل ما تمتلكه دول المنظمة من احتياطات وتكاليف انتاج منخفض نسبيا مقارنة بمناطق الانتاج الأخرى من المتوقع أن تتزايد مساهمة الستدول العربية الأعضاء في أوباك وأوباك من امدادات النفط الخام العالمية من 31.3% حاليا إلى نحو 36.5% بحلول 2045 هذه التوقعات تضع الدول المنتجة والمصدرة للنفط أمام تحدي كبير لأداء دورها المأمول في توفير تلك الاحتياجات عبر ضخ استثمارات بمستويات غير مسبوقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة وضمان أمن الطاقة وبالطبع خفض الانبعاثات ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي في العام الماضي بـ 9.9% في 2023 لتتجاوز 64 مليار دولار واستوردت الصين أكثر من 119 مليون طن من الغاز الطبيعي في 2023 وارتفعت الواردات من 10 ملايين طن في ديسمبر الماضي إلى أزيد من 12 مليون ونصف مليون طن في نوفمبر الفارط في ذل ارتفاع الطلب على الغاز ختم هذا الموعد الاقتصادي شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة